أهلاً بكم مشاهدين الأعزاء. في هذا الفيديو سنرى كود برمجي لمحاكاة تأثير المطر باستعمال لغة بايثون. بدايةً سنحتاج إلى عمل إنستول لمكتبة بايكين باستعمال الأمر ببينستول بايكني. استيراد مكتبة بايكين لإنشاء الألعاب والمحاكات، استيراد مكتبة راندن لتوليد أرقام عشوائية، تهيئة جميع وحدات بايكين، تحديد عضو ارتفاع نافذة العرض، إنشاء نافذة العرض باستخدام العرض والارتفع المحددين، إعداد ساعة للتحكم في معدل الإطارات تعريف كالس يمثل قطرة المطر تحديد الموضع الأفقي العشوائي لقطرة المطر تحديد الموضع الرأسي العشوائي لقطرة المطر تحديد سرعة سقوط قطرة المطر بشكل عشوائي تحديد طول قطرة المطر بشكل عشوائي جعل قطرة المطر تسقط للأسفل عن طريق زيادة الموضع الرأسي بناءً على السرعة إعادة تعيين موقع قطرة المطر عند تجاوزها الحفة السفلية للشاشة إعادة ضبط الموضع الرأسي إعادة ضبط الموضع الأفقي إعادة ضبط السرعة رسم قطرة المطر على الشاشة كخط مستقيم إنشاء قائمة تحتوي على مئة قطرة مطر متغير للتحكم في استمرار تشغيل الحلقة ملء الشاشة باللون الأسود التكرار على كل قطرة مطر في القائمة تحديث موضع القطرة بناءً على السقوط رسم القطرة على الشاشة تحديث الشاشة لعرض التغييرات ضبط معدل الإطارات على ثلاثين إطاراً في الثانية التحقق من أحداث بيكاين إذا تم الضغط على زر الخروج إيقاف الحلقة إنهاء بيكاين بعد إيقاف الحلقة إذن هذا هو الكود الخاص بمحاكاة تأثير المطر والآن ننفذ البرنامج مشاهدين الكرام تجدون الكود في صندوق الوصف شكراً على انتداهكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر